استخدام الماكرو يمكنك تطبيق نفس الماكرو على خلايا او جداول مشابهة وذلك كما يلي اختر الورقة اثنين ضع مؤشرك في اول خلية تريد تنفيذ الماكرو عندها نريد تنفيذها على خلايا الربع الثاني الان من وحدات الماكرو اختر عرض وحدات الماكرو لاحظ وحدة الماكرو التي قمنا بتسجيلها هي الماكرو 1 يمكن ان نقرأ على تشغيل لتشغيلها وتنفيذها على الخلايا المحددة او الموجودة في الورقة اثنين ويمكن تحرير وحدة الماكرو او تحرير البرمجة وتغيير البرمجة الخاصة بالماكرو ويمكن كذلك حذف الماكرو اختر تشغيل ليتم تنفيذ الماكرو على خلايا الورقة الثانية لاحظ نفس التنسيق المطبق هنا مطبق هنا